السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس اليوم أصدقائي سوف نتعلم جمل وعبارات جديدة ولكن بطريقة سؤال جواب يعني سأعطي أنا السؤال وأنتم أصدقائي عليكم ترجمة الإجابة من العربية إلى الفرنسية حتى لا أطيل عليكم لنبدأ أصدقائي سوف نتعلم جيدة أنا مزاجي سيء للغاية وسريع الإنفعال هذه الأيام موزي مار يعني مزاج سيء إغتابل معناها الشخص الذي ينفعل بسرعة كذلك عصبي كيف أقول أنا أعرف ما تشعر به أعرف ما تشعر أسف أعرف ما تشعر أسف أعرف ما أشعر أسف هل تذهب غالبا إلى السالة الرياضة؟ هل تذهب غالبا إلى السالة الرياضة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر environ 3 fois par semaine تجب أن تكون في صحة جيدة الآن أو في حالة جيدة الآن تجب أن تكون في صحة جيدة الآن الآن كيف أقول ليس بعد لقد مر أسبوعان فقط منذ أن بدأت تجب أن تكون في صحة جيدة الآن 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 كيف أقول؟ أنا لم أقرر بعد كيف أقول؟ أعتقد أنه يجب عليك أختيار اللون الأزرق فهو يناسبك بشكل أفضل كيف أقول؟ هذا ما اعتقدته أيضاً كيف أقول؟ كيف أقول؟ كيف أقول؟ كيف أقول أنا أستعد للذهاب للتخييم كيف أقول أنا أستعد للذهاب للتخييم كيف أقول أنا أستعد للذهاب للتخييم كيف أقول أنا أستعد la بípية في المنزل ك黃 هل سبق لك أن قمت بتخييم كيف أقول أنا أنا أستعد للتخييم كيف أقول؟ إنها المرة الأولى لي وأنا متحمس لأكون هناك كيف أقول؟ إنها المرة الأولى لي وأنا متحمس لأكون هناك كيف أقول؟ إنها المرة الأولى لي وأنا متحمس لأكون هناك الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال يوم يقول تقريبا بدأت أشعر بالتعب كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم